انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعادة تشكيله وبحضور كامل أعضائه بمقر الشركة حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وبحث الخطط المستقبلية للتعزيز وتطوير أداء الشركة وأكد رئيس مجلس الإدارة استمرار الشركة في خطط التطوير والتحديث في كل قطاعات الشركة وشركاتها التابعة وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام والذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية كما أكد البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة في البرصة المصرية